اكدت الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام أنها وقفت أمام ما تقوم به بعض الشخصيات المتواجدة خارج البلد والتي كانت محسوبة على المؤتمر من خروقات ومخالفات واضحة وصريحة لنصوص الميثاق الوطني والنظام الداخلي ومواقف المؤتمر الشعبي العام الصادرة عن هيئاته التنظيمية العليا والرافضة للعدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر على شعبنا اليمني وإعلان تلك الشخصيات مواقف مؤيدة للعدوان تحقيقا لأهداف ومكاسب شخصية معلنة تأييدها الكاملة والمطلقة لجميع القرارات الصادرة عن اللجنة العامة بشأن تجميد عضوية تلك الشخصيات التي شدت عن الصف وباعت ضمائرها ورهنت مواقفها في أسواق البرسة السياسية مقابل ثمن بخص وكذا إحالتهم للرقابة التنظيمية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وثقا لنصوص النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه كونها لم تعد تمثل إلا أنفسها ولم يعد لها أي صفة تنظيمية للتحدث باسم المؤتمر أو التعبير عن مواقفه وآرائه وأكدت الهيئة البرمانية في بيان صادر عنها أن محاولة استهداف المؤتمر هي استهداف مباشر للوطن والديمقراطية والتعددية اليمنية من قبل أنظمة لا تؤمن بالديمقراطية والتعددية وتعتبرها خطرا عليها وتشدد على أن تماهي بعض الشخصيات المؤيدة للعدوان مع هذه المحاولات وسعيها لشق صف المؤتمر ستبوء بالفشل لأنهم يعلمون جيدا أنهم فئة محدودة منبوذة شعبيا وتنظيمية وكان الأحرى بهم عدم التعرض أو التحريض على استهداف مؤسسات المؤتمر وقصف مقراته ومنازل قياداته وأشارت أيضا أن مواقف الهيئة البرلمانية للمؤتمر ضد العدوان السعودي والحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني لا ينطلق من مواقف المؤتمر الشعبي العام الواضحة حيال ذلك العدوان فقط بل يعبر أيضا عن مواقف جموع أبناء الشعب اليمني الذين منحوا أعضاءها الثقة عبر عملية ديمقراطية باعتبار ذلك واجبا دستوريا وقانونيا وأخلاقيا تجاه أبناء الوطن الذين يقفون صفا واحدا ضد العدوان السعودي ومن تحالف معه على شعبنا اليمني في مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذي يجرم شن الحرب على دولة مستقلة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة وشددت الهيئة البرلمانية للمؤتمر على شرعية جميع الهيئات التنظيمية للمؤتمر والمنتخبة وفق نصوص النظام الداخلي على رأسها الزعيم المؤسس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام مؤكدة أن كل المؤتمرين سيظلون يبادلون الوها بالوفاء لقيادتهم العليا التي كان لها شرف التأسيس والرعاية ولم تخن التنظيم الرائد أو تتآمر عليه يوما وما زالت عند حسن ظن وثقة المؤتمرين على طول الساحة اليمنية وعرضها في الداخل والخارج ودعت الهيئة البرلمانية جميع التكوينات والهيئات التنظيمية المؤتمرية لالتفاف خلف قيادة المؤتمر الشعبي العام السياسية ممثلة باللجنة العامة مطالبة إياها بسرعة اتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق الشخصيات التي كانت محسوبة سابقا على المؤتمر وأطلقت مواقفة مؤيدة للعدوان وبررت لجرائمه التي يتكبها كل يوم بحق اليمن واليمنين وذلك إعمالا لنصوص الميثاق الوطني ونصوص النظام الداخلي واللوائح المتفرعة منه وقرارات اللجنة العامة وتمنت الهيئة البرلمانية للمؤتمر في ختام بيانها عاليا استبسالة وشجاعة أبناء القوات المسلحة والأمن في الدفاع عن الوطن وسيادته من قبل عدوان التحالف الذي تقوده السعودية محيية بإجلال وإكبار مواقف كافة أبناء الشعب اليمني وفي المقدمة منهم أعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام الذين يقدمون أنموذجا في الصمود الإسطوري ضد الغطرسة التي يمارسها العدوان السعودي وحلفاؤه مؤكدة أنها ستظل وفية للقيم والمبادئ الوطنية والدستور الذي أقسم أعضاؤها على احترام نصوصه وعدم التفريط بسيادة واستقلال ووحدة تراب الجمهورية اليمنية